قبل ما نبدأ الفيديو ياريت فعل جرس التنبيهات ضروري علشان في ناس كتير بتشتكي ان الاشعارات مش بتوصل ليهم في جميع الدول ارجوكم فعلوا جرس التنبيهات او اتأكد ان انت انفعل جرس التنبيهات قبل ما نبدأ الفيديو اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين على القناة النهاردة هنتكلم عن توقعات لميشيل حيك مهمة وخصيرة منها توقعات عربية ومنها توقعات دولية تعالوا مع بعض نبدأ التوقعات بيقول كسر الجليد بين تركيا والسعودية والرئيس الروسي فلاديمير بوتن يولد بلبلة في الولايات المتحدة الامريكية مخطط يذكر فيه اسم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استهداف اسماء روسية مهمة عالميا حرب شوارع في احدى المناطق الروسية بوتن يعرض نفسه لأكبر المخاطر تفاكم المشاكل الاقتصادية في اسبانيا ونكسة في معلم ديني في اسبانيا خرق اتفاق او قانون بين اسبانيا والاتحاد الاوروبي معالم فيتيكانية مستهدفة موقف جريء لبابا الفاتيكان وسام لبابا روما تنوع الزلازل في ايطاليا من امنية الى اقتصادية محاولات لهز منصب رئيس الحكومة الايطالي وفتح النار على الوجود الاسلامي في فرنسا شخصيات قديمة الى الوجهة من جديد في فرنسا حدث وفوضى في مطار شارلي دي جول في العاصمة باريس اهتزاز كرسي رئيس فرنسا ايمانويل ماكرو ارض فرنسا مساحة للارهاب المقاتلون الارهابيون القادمون من سوريا يخططون لضرب اكثر من موقع في بريطانيا انتشار التظاهرات في المانيا المواصلات الالمانية في خطر تهديد وتأزم علاقة الحكومة الالمانية بالاتحاد الاوروبي اختراع الماني جديد ومتطور في مجال الصحة الانظار على ميلانيا ترامب مجددا في الولايات المتحدة الامريكية لسبب ما اسم هنري كاسنجر بين الحياة والموت علامات استفهام على املاك الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب عمل اجرامي في هوليود اكثر من محاولة لسرقة اموال الدولة بامريكا والفساد يستشرة سكوت سالفستر ستالوني زلزال في الاسواق الامريكية القيامة تقوم في الكونجرس موقف تاريخي لبايدن بعد نصيحة جمهور رياضة الملكمه في صدمة استهداف الشرطة الامريكية نكسب برنامج امريكانز جوت تالنت صراع بين الرجل الابيد والاسود في الولايات المتحدة خلافات كديدة مع بايدن مع اقصر من رئيس غموط حول علاقة ايفانكا ترامب بقى بيها اهتمام عالمي بحدث يخص بيل جيتس وجع في نيورك وتحديدا في سنترال بارك كشف دقيق على الطائرة الرئاسية الامريكية ترميم العلاقات بين كندا والسعودية هزة في البرسة والاقتصاد الكندي محاسبة رئيس الوزراء الكندي على بعض قرارات يتخذها اعتداء على مرفق عام في كندا سوء العقارات في استراليا بين استعادة العافية والاستقرار شهرة واسعة لوجوه استرالية في عالم الأزياء والسينما خيول عربية وبطولات متنوعة في استراليا انجازات عالمية تخص اليوفو في استراليا قرار قضائي يهز فيسبوك استهداف سلسلة المطاعم مكدونالز صور الصين يفقد جانبا من عظمته تجول الإرهاب في أوروبا وظهور الأقناعة أزمة في عائلة جورج كلوني وأمل عالم الدين محاولة نووية تذكرنا بهيروشيما زعامة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون على المحك بداية ظهور كائنات غريبة بين البشر استنفار في شركة آيفون وسامسونج جواهر على كوكب في الفضاء صدمة تصيب الاتفاق النووي بين الكوريتين وأمريكا زوجة كيم وأخته تسرقان الأنظار أبك على شفير الهاوية جاستن بيبر يؤلم الجماهير انخفاض نسبة الموت بعد رفع الحظر عن منتجي الأدوية عودة أحد الزلازل إلى التحرك بعد نومه لأكثر من مائة عام الشؤم يصيب لاعب اليوفنتس كريستيانو رونالدو أو لاعب بارشلونة ليونيل ميسي تساقط أمطار غريبة ومحاولات علمية ناجحة تعيد فصيلة من الحيوانات تعرضت للإنقراض وأتمنى ما يكونش الديناصورات يعني اهتزاز اقتصاد الصين زمن الغرائب والعجائب وصور تشبه نصف إنسان ونصف حيوان وأيضا توقعاته عن العلم العربي كالآتي الإرهاب يضرب في المغرب الرئيس السوداني عمر البشير السابق لن يسلم الحكم بهدوء علمات استفهام على طائرة زات صلة بالسودان فضائح في تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في اليمن بداية العد العكسي لولاية الرئيس اليمني وأيضا معركة في مطارات اليمن وترابلس الغرب بقبلة الأنظار ومصالحات ومصفحات داخلية في ليبيا زلزال أمني من توقيع المساد في المنطقة العربية المد الإسلامي يرتفع ظاهرة عربية في رياضة التنس أسماء كبيرة تغييب على القرى التطيرة مباريات بين العرب وإسرائيل و1976 تاريخ يحضر مرة أخرى في المنطقة عبدت الشيطان إلى الظهور العلني خبر عن البغدادي المرأة الدعيشية في صدارة التخطيط والعمليات الإرهابية أحلام في عاصفة تهب مرتين انتشار فيروس مثل جنون البكر ارتفاع موجة الميول المثلية تهدد المجتمعات العربية تنخفض الحرارة في المنطقة العربية إلى مستويات غير مألوفة ده بالنسبة للشتاء القادم النار تدمر قطع عسكرية في المياه العربية تصدعات فأرمك وزمن أغنية هلب الخميس لم يولى حتى الآن وبكده نكون انتهينا من توقعات ميشيل حيك العالمية والعربية أتمنى يكون الفيديو عجبكم متنسوش تضغطوا لايك وشير على الفيديو عشان يوصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس ولو ما اشتركتوش لغاية دلوقتي دوسوا على زرار السبسكرايب هتلاقوا أسفل الفيديو أو الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات علشان توصل لكم إشعارات الفيديوهات الجديدة عن التوقعات وهنزلها لكم أول بأول إن شاء الله فتابعونا وكمان فيه قناة تانية قناة الأستاذ مازين المصري باسم مازين المصري فيها فيديوهات عن علاج البديل أو الطب البديل دي حاجات كويسة جدا ومفيدة هتهموكم يا ريت لو عجبكم المحتوى اللي فيها تشتركوا واتتابعوا فيها لأنها جميلة جدا وبتقدم محتوى مفيد وحب أشكر كل الناس الحقيقة اللي بتشترك ودايما بتشرفنا بتعليقاتها في الفيديوهات زي أم وادية من اليمن وأيضا استاذ ثابت ملوك الشخصيات ومونة أبو النجا ونائلة من اسطنبول وبية وزايد بازيتا والأستاذ عماد الدين والناس كتير الحقيقة ومال الفرج وأيضا رادية ودليلة وحياة ناس كتير جدا الحقيقة الواحد خايفين سحد أنا أحب أشكرهم كلهم على أنهم دايما بيشرفونا بتعليقاتهم وحتى الناس الجديدة اللي بتكتب تعليقات حتى لو كانت سلبية ناس محترمة الحقيقة بتكتب رأيها باحترام فرأيهم على رأسي من فوق وساعات الحقيقة بيأثروا فيها وبيخلونا نعمل حاجات أحسن في القناة وعايزة مقتراحتكم لو حابين أجيب لكم توقعات شخصيات معينة أو أبحث عن شخصية معينة اكتبولي تحت في التعليقات أو حابين محتوى معين تشوفوه برضو على القناة اكتبولي رأيكم وأنا مستنية قراءة كلها إن شاء الله عاول ما الفيديو ينزل استنوا كمان في فيديو إن شاء الله ينزل ناردة الساعة 7 بتوقيت القاهرة استنوا فيديو حلو جدا ومهم شكرا ما طولش عليكم استنوا في فيديو جديد وخبر جديد على قناة مساء الأخبار